خلينا أبتدي أخبار النهاردة وهبتدي من نادي الزمالك البعض ممكن يفاجأ بالكلام اللي هقوله ده من خلال طبعا الخبر اللي معايا إن أوباما بيقترب من الرحيل من نادي الزمالك إزاي؟ هقول لكم إزاي أوباما حتى الآن ويمكن عقده هينتهي الموسم القادم فبالتالي يناير القادم يعني لو إحنا بنتكلم على بداية موسم جديد من شهر 11 ثم طبعا الفيفا بيمنح أي لاعب أنه يمضي في يناير القادم أو يناير الخاص بالعام القادم لهو عقده هينتهي العام القادم فبالتالي أوباما حتى الآن مفيش حد من مسؤولي نادي الزمالك كلمه في أي تجديد خاص به للتمديد العقد وفي نفس الوقت أي حد كلمه في فكرة إن عقده يزيد وإن كان عبدالله جمعة واحد من اللعبين اللي يمكن نفس موقف أوباما إن عقده هينتهي الموسم القادم مسؤولي نادي الزمالك اتكلمه مع عبدالله جمعة أو وعده إن يبقى الأسبوع القادم هو وحزم هم هيكون في تجديد العقده طيب أوباما يمكن أما نيجي هناك يعني نصدر من خلال طبعا البريمو إن فكرة إن كلمنا أوباما وأوباما وهو بيتكلم قال خلاص أنا مدام حدش كلمني أنا مش عايز حد يعرف أنا بالنسبالي مش عايز خلاص أجدد للنادي الزمالك أنا جايلي عقود احتراف قادمة من الخارج فبالتالي أنا ما يهمنيش نادي الزمالك يتكلمني أو ما يكلمنيش أنا خلاص مدام هم بالنسبالي ما أقدرنيش في فكرة إن أنا عبدالله جمعة هو نفس موقفه ونفس موقف أوباما فبالتالي أنا بالنسبالي همضي للنادي اللي كان أو النادي اللي بيعرض علي أو العروض الخارجية بالنسبالي إن أنا همضي للنادي اللي هيكون مقدرني بشكل كبير ويمكن لما نيجي بنتكلم على تجديد العبدالله جمعة طلب مبلغ مادي عشان بس أنا بتكلم ليه عبدالله جمعة برضو لأن عبدالله نفس موقف أوباما ويمكن كان الجلسة الأخيرة كان طلبه بالنسبة للمديات هو مبلغ بنتكلم ان هو تمديد طبعا تمديد العقد بيغير المبلغ لعبدالله جمعة خصوصا ان عبدالله جمعة المسؤولين من الزمالك وعدوه بزيادة العقد بتاعه فعبدالله جمعة طلب 8 مليون جنيه عشان يجدد او يمدد عقده مع نادي الزمالك وده رقم اعتقد ان هو يعني بيشوف عبدالله ان هو مناسب بالنسبة له يعني انا بقول لكم كلام موجود من داخل نادي الزمالك ومعلومة مؤكدة من خلال الجلسة الأخيرة مع عبدالله جمعة وايضا حازم امام والجلسة دي كان كابتن اسماعيل يوسف وستاذ امير مرتضى منصور موشف على الكرة هما كانوا حاضرين هذه الجلسة فبقول لكم ان اوباما غاضب بشدة وزعلان بشكل كبير جدا من عدم اهتمام مسؤولينات الزمالك بالتمديد عقده طيب اقول لكم ليه فكرة اوباما كمان زعلان فكرة تمديد عقد طارق حامد فكرة الجلوس مع عبدالله جمعة وان هو يطلب مبلغ مالي زي ما اقول لكم 8 مليون جنيه وفي نفس الوقت بالرغم ان اوباما واحد من نجوم الفريق لكن محدش كلمه اما نجي نتكلم على عقد طارق حامد مثلا وصل عقده للمبلغ 15 مليون جنيه في السنة وبالتالي اوباما زي ما بقول لكم زعله في هذه الجزئية ان محدش حتى الان ولا جدد كلمه في حتة التجديد ولا حد كلمه في حتة زيادة العاد حتى الان ده بالنسبة لأوباما واعتقد زي ما بقول لكم هو الراجل جايله عروض خارجية وجايله عروض مغرية وانا بقول لكم معلومة مؤكدة خاصة بالموقف ده موقف اوباما ولا يمكن حد ممكن يطلع ينفي هذه المعلومة لانها معلومة بقول لكم مؤكدة بشكل كبير ومن يعني مصدر قوي جدا داخل نادي الزمالك اشتركوا في القناة